مولانا الناس فاكرة المعدلة اللي في الحياة صعبة مع الناس سهلة ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة القصص وابتغي فيما آتاك الله الدارة الآخرة آه قد بل جنبها ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني هنا في معدلة ده ده لازم آه والمعدلة دي لازم نقولها للناس أيوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لازم نحب بالناس في الدنيا يا عم اللي هيدخلك الجنة شغلك الحلوة في الدنيا صحيح اللي هيدخلك الجنة ويخليك في أعلى درجات الجنة عملك الصالح يعني تزرع تزرع تحصد حلو فزراعتك في الدنيا هي اللي هتلاقها في الآخرة يعني الدنيا أرض زراعة هي مزراعة الآخرة حلو فالمحطة اللي احنا فيها دلوقتي دي هي محطة ابتلاء واختبار وتعب فيها مشاق عشان تاكل لازم تتعب لازم تعرق عشان تلاقي قرش أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي نقال خلقنا الإنسان في كبد في تعب أو مشقة حلو إنما الجنة إنك تقعد تحط رجل على رجلك وقطاف الجنة وقطوف الجنة دانية منك هي اللي تقرب منك يعني وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرة نعم أخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات صحيح أكل شوية وكلام من ده وبتاع وحاجات زي كده بالحرام أه مش فرقة معه لا خالص في ناس تفرق في ناس بفريش خالص سيدنا أبو بكر الصديق كان هيطلع روحه علشان إيه علشان شربت لبن حرام صحيح فأنت سيدنا النبي حل المعادلة دي مع سيدنا سعد جميل قال له يا سعد أعطي بمطعمك تاكم مستجابة دعوة صحيح الحياة مش صعبة إحنا اللي بنصعبها على نفسنا إحنا اللي بنلفه تبلي بنصعبها لأنه الشيطان لقاتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكلين حين وأول الآية دي يتفيها حاجة من الأول الشيطان ذكر أسلحته أه ومع أنه ذكر أسلحته كما قال فضيلة مولانا الإمام الشيخ الشعروي ذلك الكلام طير الله في الأرض فرعه اللهم أمين يا رب العام ده كلام كلام مش كلامي نعم فسيدنا أمونا أقولك الشيطان ذكر أسلحته لكن المشكلة في الإنسان ضعيف ضعيف لي يا سيدنا وخلق الإنسان ضعيف هو ده فتيجي ربنا اداك الأسلحة بتاعة الشيطان فييجي مثلا عملك الصالح اللي أنت بتعمله فربنا سبحانه وتعالى يثبتك به يحفظك به في الدنيا ولا في الأخرة في الدنيا ولا في الآخرة زي دليل ربنا سبحانه وتعالى شوف يا سيد دليل يثبت الله الذين آمنوا بالقول فين ثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة الواو في اللغة العربية عن الدنيا اسمها هي العطف يقتضل ايه مغيرة جاء محمد و حازم صحيح مختلفی هل أحمد هو حازم لا 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 ولا محمد هو حازم ولا واحد ولا واحد ذا واحد طابه ربنا قال في الحياة الدنيا بس مش في كل الأمور يقتضي المغايرة صحيح لكن الأمانة العلمية القاعدة العامة القاعدة العامة زلك يقتضي المغايرة طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى والمغايرة تقتضي نعم نحن نشوف التأرير ونرجع لك المؤلاء طب